وقت انسألت ليش ما كررت مؤخرا التجربة المصرية رغم حب الجمهور المصري لحضرتك أرجبت لم يطلب مني وإذا حدث فلن أوافق إلا باللهجة السورية هل لا يزال هذا الشرط يعني طبعا طبعا لو دفعوا بصاري يعني هلأ مهما مثل ما قلت لك بالأول أنه ما مشكلتي مصاري مشكلتي مبدأ يعني تصور هلأ قاعد أنا وياك عم نحكي وقول لك الله إزاي كده عملوها كتيرا من الفنانين بلا ذكر أسنى معقول يعني معقول كده الناس ما بتقبلني يعني عرفت كيف بجوز يقبلوني بمصر بس بسوريا ما بيقبلوني يعني أنا بحس حالي مضحك يعني مضحكين هذول اللي طلعوا لأنه لأنه يا قلبي لاجتي جزء من هويتي أنا كفنان يعني اللي يمثلوا ضحكونا مش كده مش عارف والله مش عارف الله إزاي ما انت عارف كتير كتير خاضل تجربة إن كان باسم يخر إن كان تحيلة إلون يعني خاضل ما نجحوا برأيك والله ما شفت هذه الأعمال حكوا مصري بس أنا صعب صعب يعني مثل باسم مثلا لما بيسحرني بيضيعة ضايع بيقول حياتي إنته حياتي إنته حياته ما بيقول الله في شي مبهبت يمكن كشفت مؤخرا عن فيلم جديد عم يطبخ على نار هادي مع المخرج باسل الخطيب بعد تعاونكم بدمشق حلب بدي سكوب لبرنامجنا إذا في شي عن جد جدي عن هدا وحياتك مفيش جديد هاي خبرية أطلقة باسل الخطيب يوم يوم افتتاح كفرقيعة نعم كفرقيعة فنية أما عمليا مفيش مين السبب المؤسسة ولا لازم يكون انطلاف لا 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 هو بيحب الفرقيعات العالمية يعني هو هي بيستفيد منها ما بعرف لا مأكد حصلت أو قدمت عدد البرامج التلفزيونية من أشهر على مسؤوليتي دوريد هذا المساء وكثير يعني خضت تجربة التقديم بظل تزاحم الفنانين على هذه المصلحة شكله رح يشطني على الخالص شفنا مؤخرا أكتر من فنان عم يقدم بتتابعون ايه بتتابعون مين شفته نجاح ست أمل عرفي باسم ياخر مع حفظ الألقاب طبعا لألك لما حدا منهم طبعا بيوهجه واسمه الكبير بيقدم لي برنامج كمقدم فيه نكهة جديدة فيه اختراع جديد فيه رؤية جديدة بالتأكيد بيقبله بس إذا كان هو مجرد تقليد لأعمال قدمة آلاف المرات ما كثير بيعنيني هذا الموضوع حدا قدم شي جديد؟ لا لا هلأ لا حصلت على العديد من الجوائز من بين وسام الاستحقاق والتمييز السوري كذلك على وسام الاستحقاق من تونس من ليبيا من لبنان وجائزت الأداء المتميز عن برنامج هل الهلال بال2007 أيضا جائزت الهرم الذهبي من القاهرة شو التكريم أو المهرجان يلي بتقول لسه عيني فيه لسه ما تكرمت بدي هون ولا واحد راضي عن اللي أخدته؟ بالتأكيد وأخيرا أخدت وسام النجمة الكبرى الفلسطيني هذا مؤخرا سنة 2017 مؤخرا أسبعت لي أبو مازين محمود عباس حصلت على الدكتوران الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت 2010 تم اختيارك لتكون سفير للنوايا الحسنة لليونسف بال1992 عينت سفير للنوايا الحسنة بالشرق الأوسط لكنك استقلت من هالمنصب بسبب الحرب على لبنان 2006 اليوم هل أخدت حقك كفنان ومبدع محليا وعربيا؟ محليا أكيد أكيد هذا يشوفه بوجوه الناس اللي على الطريق يشوفه بسوائين التاكسي يدي بوقف لقي إلي إستاذ كيفك بزيادة هذا هذا تكريم هذا الثروة هذا تكريم طبعا شخصية الكاركتور أستاذ منها شخصية غوار هل هي حالة صحية يمكن هي البعض يشوفها بالتقولب الفنان بيصير خلص هذا الغوار أو هذا مثلا ضيعة ضيعة أو ثار بيعرفوا الاسم هل هي حالة صحية؟ اشتغلوا كبار النجوم بالعالم لا أكيد حالة صحية بس إلى عمر إلى عمر يعني في بعض عمر محدد خلص لازم توقف بالتأكيد يعني هلأ مثلا كتير لأنه بيحبوا غوار لا هلأ بيطالبوني أنه أعمل لنا غوار صعب خلص وقت غوار خلص وقت غوار غوار عبارة عن صعلوك ممكن يطلع على دك ببستان لا يسرق تفاحة مثلا إذا جوعان لكن غوار هلأ بهالعمر لازم يسرق بنك أنت حدا مو مهتم كتير بالأعمال التاريخية قليل ما نشوفك ممكن ما شاركت بتاريخي لا الأعمال التاريخية كيف تشوفها؟ قليل والله لا شوفها لا أصدي وجهة نظرك فيها كفانتازية تاريخية شي حلو أن الواحد يسلط الضوء عليها على العلامات الفارقة فيها لكن لا أحب كتير الاتكاء على التاريخ لا أحب أن نقول نحن أحفاد خالد بن الوليد وأحفاد صلاح الدين الأيوبي وكأنه نحن كأحفاد طالما هدول جدودنا انتهى دورنا ما لازم نعمل شيء شو لازم نقول ولازم نقول ها أنا ذا إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى كان أبي من يقول كان أبي